الاكتظاث داخل صفوف المدارس والدوام الثلاثي والثنائي. هناك لدينا 6% من مدارس العراق التي هي 14. طبعا. نحن سجد عندنا مدارس في الابتداء 14 ألف مدرسة فقط. وفي الثانوية 6 ألف مدرسة فقط. هذا الاكتظاث تخيل الاكتظاث في رياض الأطفال في البصرة عندنا. بعض رياض الأطفال 82 طفل بالصف الواحد. زين شون يتم استيعاب هذا الأطفال. رياض أطفال. وهذه مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التربية نفسها. التي تشير إلى أنه. مثل بالثانو يجب أن الطفل عنده بالمتوسطة والإعدادية يجب أن المتعلم يكون عنده داخل الصف مساحة متر ونصف. وهذا شيء غير متحقق مطلقا. فهذا طبعا الارباك كله سيؤدي إلى تأخر وتخلف العملية التعليمية. وطبعا هي منهارة كل البنيتين. البشرية والبنية. معروف أنه هناك تخلف وتراجع كثير في أداء المعلم داخل الصف. طبعا هذا